لا تراهنوا على الوقت فنحن هنا باقون ولا تراهنوا على قتلنا فنحن مستمرون هي هتافات العراقيين المنتفضين وهم يتوافدون أفواجا إلى ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات دون ما توقف لمطلب واحد ألا وهو إسقاط النظام مفوضية حقوق الإنسان أكدت ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى مئة شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح في غضون ستة أيام فقط منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول بمحصلة بلغت نحو خمسمائة شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح منذ انطلاق الانتفاضة في الأول من الشهر نفسه محافظات بغداد وديالا وذيقار وكربلاء والبصرة والقادسية شهدت توافد كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة لينضموا إلى إخوتهم المتظاهرين في ساحات التظاهر فحب العراق وحدهم ضد من سعى واجتهد لتفريقهم والكلام هنا عن أحزاب العملية السياسية النقابات المهنية العراقية دخلت مؤخرا على خط التظاهرات الشعبية في مدن العراق وأعلنت دعمها لمطالب العراقيين ومساندتهم في التغيير الشامل ولعل هذا المشهد في أطول مبنى في بغداد المجاور لساحة التحرير يلخص الإصرار العراقي على تغيير كل الوجوه التي شاركت في حكم البلاد منذ عام 2003 في مشهد قد لا يتكرر كثيرا ترجمة نانسي قنقر